روحوا بيتي جاو بيتي العالم يعني احنا انا شوفها ما بيها شي يعني كأني احبها هواتي ما بيها شي بس احنا تقاليلي عشائر قليلين جدا اللي يستقبلون اي فما استقبلوها بالبداية اهلي يعني كانت صعبة عليهم فبعدين من شافوني انه انا احباي الشغلة ومتعمق بيها وصاير عدي يعني واهز كل شي بير بي انه اغني واسمع واداوم ما حتفنون شنيت اه انت شنت شنت طالب ما حتفنون حلو بالمنصور يعني بالمساء اوكي فمن شافوني هيتي يعني بعد هم قلولي استسلموا من الابن الابن اي قلولي بعدي هاي هواتك وحياتك وانت حر يعني بس يربوا لك على نفسك اوكي ابتعد عن الشغلات السلبية اكيد يعني قلبهم عليك يعني هم محافظين ويخافون من خوفهم وحرصهم علي اعتوا يا هيتي طبعا اي لا 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 هو انت اكتشفت انه انت صوتك حلو لو اكوا ناس جبت الدندنه هواية لا احنا بالبيت اغليبيتني اخوتي صوتهم حلو حلو اي اي مو بس ثاني وولد عمي ويعني اقاربي وكلما صوتهم حلو ووراثة صوت حلو اي اي كلهم مزيلا انا ما شاء الله عليهم انت الوحيد اللي طلعت منعوتهم يعني انا الوحيد اللي مشيت بهذا المجال يعني مجال الفن والاغاني وحس اهلك منو يشوفوك او يسمعون هم يسمعون لك اغاني طمعني يسمعوني اكيد شون ردت فاعلهم حبوهن يعني يعني عرفوا انه يعني عرفوا انه انا مثلا ما ما اخذها تجارة او او اردا استفاد بيها لا عرفوا ان انا هاوية احبها اي شاء الله هواية هواية يعني انت من تسوي شغلة تصنعها بيدك كنان انت سويت فادواردة انت بيدك حكتها حياكة صح راعت فرحين بيها هو اي شغل اذا انا ما احبه ما ابدع به طبعا اه فانا من انا نسوي الاغنية يشوفوني فرحان بيها ومتوانس بيها اما يفرحان فرحان على فرحاتك مو صح صح